سؤال آخر وصلنا كثيراً ومن عدة أطراف نطرح ما قاله الأخ الذي سمى نفسه إلياس ما هي مشكلتك مع حركة رشاد وحركة حمص؟ أجيب ما تسمى حركة رشاد؟ كما سموا أنفسهم نسميهم كما سموا أنفسهم وهي عبارة عن جمعية وليست حركة سياسية هي عبارة عن جمعية خمسة أشخاص أسسوا جمعية فيما بينهم تأسست في لندن وكنت في ذلك الوقت موجود في باريس أسسها أربعة أشخاص معروفين من قبل بتوجهاتهم المدافعة عن جبهة الإنقاذ والموالية لها وفيهم شخص آخر وهو العقيد سمراوي الذي كان في المخابرات الجزائرية وعمل في عدة مراكز في المخابرات الجزائرية وأيضا كان من بين المؤسسين لهذه الجمعية وانسحب منها أنا ليست لدي مشكلة مع الأشخاص من حيث المبدأ ولا مشكلة لا مع فلان ولا علان بينهم من أكن لهم الاحترام كأشخاص نختلف التوجهات ولكن كأشخاص نكن لهم احترام بينهم وليس كلهم طبعا الأمر الثاني أن لم تكن لدي معهم مشكلة هم أحرار يجتمعون يؤسسون جمعية يسموها حركة يسموها حزب يسمونها ما يريدون هذا شأنهم وليس شأني لكن هم الذين لديهم مشكلة معي وهذا قد بدأت في البداية عندما كنت هنا موجود في باريس وكنت أصعى أظهر في الإعلام كانت هذه المجموعة لديها موقع إلكتروني فتحت في أنا ذاك منتدى سماته منتدى رشاد وفتحته وجات ناس بأسماء مستعارة تطعن في شخص طعن ليس له نظير تتهمني أنني مبعوث مهمة لاختراق ما يسمونها المعارضة وما إلى ذلك من اتهامات اتهامات تمس عرضي وأنا ذاك اتصلت بالمحامي رشيد مسلي ورشيد مسلي هو عظم وأسس في هذه المجموعة وهو شخص للأمانة له كل الاحترام شخص لديه أخلاقه ولديه إنسان محترم بمعنى الكلمة قد نتفق معه في أمور ونختلف معه في أمور ولكنه للأمانة التاريخية نذكر الناس بما فيهم وما علي الرجل محترم على المستوى الشخصي أما على المستوى التوجه هذا طبيعي جدا نختلف معه في أمور ونتفق معه في أمور فاتصلت معه وخبرته وأيضا اتصلت بمردد هنا مردد هنا أيضا اتصلت به وأذكر أن مرد هنا رد علي عبر الإيميل فقال لي نحن لا نستطيع أن نمنع عن هؤلاء الناس ولكن تستطيع أن ترد فكان ردي كيف أرد على ناس أسماء مشهولة ومستعارة أرى ربما تكون حتى عناصر أنهم عندهم فوبيا حكاية المخابرات قلتم ما الذي يثبت لأن هؤلاء هم من المخابرات من جماعة الديالاس يدخلون في موقع تبع أنتم تقولون أنها معارضة وتطعون نفسها وبدأت من ذلك الحين إلى أن نشرت كتابي عن المخابرات المغربية وكيف كانت تخترق وتحتوي المعارضين الجزائريين وفي ذلك كتبت وسائل الإعلام بأن معارضين تصلوا بجهات مغربية وقالوا بأنهم يتبرؤون مني ونشرت حتى صحافة مغربية أنذاك بأن جماعة رشاد يتبرؤون من أنور مالك رغم أنه ليست لعلاقة تنظيمية ولا علاقة فكرية ولا علاقة سياسية معهم من قريبين أو من بعيد حقيقة هذه الأمانة ولا أريد أن أدخل في تفاصيل أخرى حول قصة لما دخلت إلى فرنسا أول مرة ولما سمعوا بأن النظابة سابق وكيف أرادوا محاولات استعمال قضيتهم إلا ذلك أمور ليس المجال المهم أن نجيب على السؤال أن أنا كشخص ليس لدي مشكلة مع الأشخاص مشكلتهم على التحامل على شخصي على شخصي ومحاولة الطعن هذا على المستوى ما ظهر إعلاميا وما قيل لي من مصادر موثوقة في جلسات خاصة يندلها الجبين إنفى في كل مكان يطعنون في شخصي رغم أنني لم أنتقدهم يوما رغم أنني لم أنتقدهم يوما على مدار الفطرة هذه كلها كنت أتحدث على بعض الأمور تخص المشهد الجزائري من زاوية أخرى ليست زاويتهم وهما طبعا من يختلف معهم في الزاوية والإديولوجية فهو دائما مخون وهو دائما عامل ديراس وهو دائما مبعوث في مهمة لاختراقهم هذه العقلية التي استوحوها من على من الجماعات وتعرف الجماعات الإسلاموية هذه دائما تنظر بأسلوب التخوين وبأسلوب الاستخبارات إلى كل مخالفهم وهذا الذي كان في جبهة الإنقاذ وبعد ذلك انتقل إلى الجبال حتى تحولت التنظيمات المسلحة التابعة لجبهة الإنقاذ تحولت إلى قتل بعضها بعضها وبعض تصفية بعضها بعضها حيث كان الجيش يعجز أن يقبض على شخص ولكن معركة واحدة ما بين أجنحة الجبعات المسلحة يموت فيها بالمئة يموت فيها بالمئة حتى قتلوا بعضهم بعضا بسبب أن هذه الشكوك بمجرد ما تختلف معه في وجهة نظر دائما أنت استخبارات وأنت كذا وشفنا أحدهم المقيم في لندن مؤخرا قال بأنه فيه مخابرات حركت المخابرات الجزائرية حركت بعض الناس المحسوبين على المعارضة من أجل شق الصف هذا كلام غوغائي لا يمت بسلة إلى الواقع الواقع الحقيقي أنه لا توجد معارضة في الخارج عبارة عن أشخاص حتى وإن حاولوا التهيكل تحت عنوين هي عنوين وهمية ليست لها قيمة قيمة كبرى ولكن في الواقع هم عبارة عن أشخاص التقوا من أجل مصالح معينة وتقارب معين في المصالح وكل واحد راه جالس في بيته فاتح الفيسبوك وفاتح شبكات التواصل الاجتماعي يقول ويطعن فإن تماها مع الطعن الآخر تجده يروج له في صفحته وكذا لذلك رأينا بأن لا توجد فسيف ساء حقيقية حقيقية معارضة لديها قواصم مشتركة كل ما كان عبارة عن أهواء جماعة أشخاص حتى تجد واحد معروف بطعنه في الأعراض يجي واحد آخر معروف بتوجهاته الإسلامية وأنه معروف وأنه ابن مدرسة معينة في الحركة الإسلامية تجد يتباهى به ويعتز به ويوز عليه الألقاب بطرق مختلفة بل يغدق عليه أنه كذا وكذا 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 لذكره لا لي شيء فقط إلا من أجل أنه تكون هناك دائرة وتكون هناك بهرجة ويكون هناك حضور جماهيري على مستوى الواقع الافتراضي أكثر ما هو على الواقع الحقيقي الواقع الحقيقي غير الواقع الافتراضي الذي يحاولون إظهاره سواء بالنسبة للسلطة سواء بالنسبة للشعب سواء بالنسبة للمعارضة الواقع الحقيقي هل رأيتم يوما أن هذه التي تسمى حركة رشاد اجتمعت مع المعارضين الجزائريين بل منذ البداية منذ البداية تم إقصاع حتى لما خيل لهم وأعطيكم هنا شيء بلغتني من مصادر في قناة المغاربية قناة المغاربية كنت لصاحبها أسامة عباسي نجل عباسي مدني والمدعومة قطرين وهي قناة قطرية ممولة من قطر بصفة كاملة وشاملة وهذه الحقيقة من أين لنجل عباسي مدني كل هذه الأموال الطائلة مكتب في لندن مكتب في باريس وهذه الأوام والظفين وحضور وبث مباشر من أين له كل هذه الأموال وهي لا توجد إشهار واحد على القناة معروف عندما أقول هذا الكلام لا يعني أنني أطعن في ناس في قناة المغاربية لدي أصدقاء لهم تربطني بهم علاقات محترمة فلكن جاءت في هذا السياق ليوحي أن التوجه الذي كان قائما أن هذا حيث أن قناة المغاربية كنت أظهر فيها داروا معي حوارات خاصة شاركت في كل برمجها حضرت حتى حفل مناسبة تأسيسها كنت من بين الحاضرين وكذا بجرد ما بدأ الشارع الجزائري يتحرك نصدر من مصادر أخبرني بأن قناة المغاربية عملت اجتماع فأحد المسؤولين هناك الذي الآن يتباكى على الديمقراطية وحرية الرأي وأنهم دعاة سلم قال لهم بأنه بدأوا يتناقشون عن الأشخاص الذين يظهرون على قناة المغاربية وكان اسمي من بين الإسماء التي موجودة على رأس القائمة أنه لا يجب أن يظهر أبدا على قناة المغاربية لا يجب أن يظهر أبدا على قناة المغاربية فقيل لماذا؟ هذا شخص كان ضيفنا وكان مشارك قال أنه هذا شخص الآن الثورة ثارت في الجزائر النصر حليفنا قناة المغاربية ستتحول هي القناة الرسمية للدولة والوجوه التي ستظهر على قناة المغاربية سيكون لها حضور سياسي بناء على ما حدث في تجارب أخرى حيث اليكين كانوا يظهرون في الجزيرة وقنوات الفضائية كمعارضين صاروا وزراء وصاروا بمسؤولين كانوا يتوهموا بأن هذا هو الأمر الذي سيحدث فلذلك بدأت مرحلة الإقصاء منذ البداية فقال لهم هذا الشخص أنه وهو مسؤول في القناة قال لهم أنور مالك لا يمكنه أن يشاف وحدث أن وقع خطب هكذا خبروني يتصل بي أحدهم أحدهم هو مكلف بالضيوف قال لأستاذ أنور أنك اليوم عندنا حصة للمشاركة في برنامج على الساعة كذا قلت والله مشغول وكذا وكذا فعصر علي وألح إلحاء شديد يقول هو شخص كان يتواصل معي دائما ليشارك في البرامج فقلت له خلاص ربع ساعة قبل انطلاق البرنامج أنا جهزت نفسي جهزت سكايب من أجل أني أشهر ويبيرسل لي رسالة أنه يتأسف فيها لأن القناة لأنه أخطأ هم طلبوا منه أن يحضر أنور آخر لقيادي في الفيس قبل اللي موجود في أمريكا أنور هدام قال من المفروض أنه طلبوا مني أنور هدام فأنا أخطأ جبت أنور مالك يا أخي هل هذه خطوبة يجب أن يحضر فلان بعيني هذا برنامج مفتوح يشارك فيه ضيفي روح ضيفي يجي خلاص اتفقت معي من المفروض ما تقول لي فأسمعته ما يجب أن يكون وتواصلت مع عثمان سابق أرسلت لعثمان سابق الحلقة هذه حد ذاتها قدمها عثمان سابق وهو شخص إنسان محترم للأمانة وأعرفه شخصيا فاعتذر لي وأوحى لي من خلال الرسالة التي أرسلها لي أنه لا حول له ولا قوة وبعد ذلك علمت بأنه نفس الشخص نفس المسؤول عندما شاهد اسمي تدخل فقال لهم لا أريد أن أراح على الشاشة وانتهى الموضوع هكذا بدأت رحلة الإقصاء بمجرد أنه شم رائحة السلطة فكيف يكون حالهم لو أنهم مسكوا السلطة ربما نطلب اللجوء السياسي مجددا في الخارج على المهم هذه بعض الوقائع أردت أنا ليست لدي مشكلة مع الأشخاص هذه من حيث المبدأ حتى الأشخاص الذين يطعنون بعضهم يقولون لي أنهم لم يتهجموا على الشخص لا أبدا هناك من تهجم علي أي شخصيا ونذكر أحد أعضاء المجموعة هذه واللي مقيم في لندن وهو ديبلوماسي سابق قال بأنه أذكر بأنه تهجم علي شخصيا وسفها لي وقال سفيه جزائري يعيش في الخارج هكذا بالحرف الواحد وكانت في حصة على قناة المغاربية كان رد ولكنه للأسف رد ولكنه كذب فيه كذب أذكر التيفو الذي رفع في عين مليلة في عين مليلة حول ملك السعودي وفيها صورة ترام في ذلك الوقت وصلتني معلومات بأن الشخص الذي موله ويقف وراء هذا التيفو هو من جماعة حمص حركة حمص فنشرت الخبر وكنت متوقع بأنه إذا أصدرت حمص بيان تكذيب أو نفي أو شيء من هذا القبيل أو أن هذا الشخص قام بمبادرة فردية وكنت سأنشره عادي جدا نشرته على ما وحدث ذجه ويأتي هذا الدبلوماسي السابق بين ظفرين ظفرين طبعا هذا الدبلوماسي السابق جاء وقال كلام قال بأنه هناك سفيه جزائري يقيم في الخارج يقول بأنها حركة حماس في غزة هو كذب في كذب حقيقة وقد كذب عليها كذب عليها ورديت في ذلك الوقت بفيديو من دون أن أسميه إيه هو بيّن الكذب القالي وللأسف الشديد يوجد شخص يعيش في الخارج يقول في وسيلة إعلامية أنه يوجد جزائري سفيه هو وصفه هكذا بالسفيه يقول بأنه يتهم حماس الفلسطينية إذا كان يقصدني أنا شخصيا فأنا لم أقل حماس ولن أنزل إلى مستوى الرد عليه بهذه الطريقة وإذا كان يقصد شخص آخر أتحدى أنه يقولنا من هو هذا الشخص لأنني تابعت القضية ولا يوجد جزائري في الخارج اتهم حماس أبدا فهذا كذب 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 إذن إخواني أنا لا توجد لين معاه كل مجموعة يجتمعوا ويديروا حركة ولا يديروا حزبهم أحرار أي التوجه الذي يتخذونهم وتوجههم الشخصي ولكن للأمانة أنا بقيت أردد دائما أن جماعة رشاد أضروا بالحراك الشعبي كثيرا أضروا به كثيرا جدا 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 بطرحهم الراديكالي بطرحهم الذي لم يخرج عن دائرة الطرح الذي كان قائما في التسعينات والذي كان يؤيد بطرق مختلفة إلى الجماعات الإرهابية والتشدد والتطرف والغلو الذي كان قائما هم خارجوا من رحمة هذه إن صحة تعبير المدرسة هذه المدرسة التسعينية التي رفعت السلاح في الدولة الجزائرية هم خارجوا من رحمها ولكن صنعوا طيار آخر في توجه آخر تحت مسمى السلم والسلمية لأنه لا يمكن أن يكون غير هذا فهم يعيشون في الغرب ويدركون أن أي عمل من لا يخرج غير هذا الإطار أو يدعو إلى العنف سيدفعون ثبله سيحسبون لذلك أجبروا قانونيا على مثل هذا الحوار ولكن أفعالهم لا تدل على ذلك تدل على أنهم يدعون إلى العنف ويدعون إلى المواجهة ويدعون إلى مثل هذا الأمور حوصلة الأخ الكريم الذي طرح هذا السؤال قال فيما يخص رشاد أما فيما يخص حمز حمز أيضا كأشخاص أص هناك من لديها أي مشاكل هو حر في توجهاته حر في ولاءاته الخارجية حر في الطيارة أو الفكر الذي ينتمي إليه وإن كانوا هؤلاء يقولون بأنهم يمثلون إخوان رغم أن جماعة تنظيم الإخوان لديه عدة أحزاب في الجزائر ولديه عدة أجنحة ونذكر في الثمانينات كيف حدث انشقاق كبير في المدرسة الإخوانية في الجزائر فظهر تيار بقيادة عبدالله جبل الذي يترأس حركة العدالة والتنمية أي كيف ذلك رفض الانضمام إلى المكتب العالمي فسميه بذلك الوقت الإقليميين وأما محفوظنا حناح الذي أنذاك انضم إلى المكتب العالمي في القاهرة فسميه بالعالميين وحدثت صدامات بذلك ومنذ ذلك الحين وتنظيم الإخوان في الجزائر مختلفة على عدة طيارات وعلى عدة أفكار وعلى عدة توجهات حتى الجبهة الإسلامية للإنقاذ أصلا أغلبية قياداتها خرجت من تنظيم الإخوان حقيقة خرجت من تنظيم الإخوان ولكنها حولت جددت أفكارها بطرق أخرى لا تخرج عن إطار الإسلام ما سميها بالإسلام السياسي إذن حركة حمز أما ما بيني وبين رئيسها السابق السابق من خلاف فهو خلاف شخصي هو أعطاه بعد سياسي واستغل لذاك لما هرب من سويسرا بعدما طاردته في القضاء فلما هرب من سويسرا استغل عنوان أنه رئيس حركة حمز حمز من أجل أن يواجه فرد لا أنتمي إلى أي تنظيم ولا إلى أي جماعة ولا إلى أي حزب سوى أنني جزائري تعرضت إلى الظلم بتحالف ما بين هذا الوزير السابق ووزير الدولة السابق وعلي تونسي وقائد الدرك الوطني وتوفيق هؤلاء الجماعة كلهم الذين ساهموا في الاضطهاد الذي تعرضوا له هذه هي طبيعة المشكلة ليس لي مشكلة مع أشخاص الأفكار نختلف فيها هناك أيضا مشكل كبير أنا أختلف معهم نهائيا في فكرهم في منهجهم السياسي في كذا وهذا طبيعي جدا أن نختلف ليس عيبا أن نختلف وليس عيبا أن نتناقض في أفكارنا أنا أناهض هذا الفكر بلا أدن شك ولكن بسلوك حضاري بسلوك يتماشى مع الخلق الرفيع أما الممارسات الوضيعة فلا توجد فلا مكان لها في حياتي بلا أدن شكرا لكم